سبع الخير لكل اللي عم بتابعونا عابل شاشة الام تيفي حان معوعدكن مع فقرة باتس وإذا انتو من محبيء الحيوانات وبتحبوا تساعدوا الحيوانات اللي هن بحاجة لمساعدة اليوم معنا ميرا هابر ضيفت رح نحكي أكتر عن الموضوع أهلا وسهلا فيك ميرا ميرا اليوم حضرتك مسؤولة عن اي جروب اوف بيبل امتوا بانيشيتف بس طورتوا لصار مشروع وهالمشروع هو اسمه ماونت لبانون دوك شلتور خبرنا بداية من وين بلشت الفكرة وانتو اليوم وين بي هيدا البروجيت ولوين كمينا بتكون تكفوا من بعد من تقريبا ثلاث سنين تبنت كلب كانت حالتها سميتها كاليسي كانت حالتها ابدا ما نمنحة صحتها ما نمنحة وبصرت اسمع كمانس من عالم لما يشوفوني عم ماشية هلا اليوم بيقولوا واو كلبتيك شا حلوة بس ما بيعرفوا اللي قطعت فيه كاليسي كانت عندها سكن ديزيز كانت مقوصة فهلا بعد فيه شوية سيكاتريس لما صرت شوف ادي كالبتة تحسنت حياتها وقدرت اعمل هيدا التغيير بحياة روح صار عندي اكتر شغف الزيادة عم بيزيد انه خلص او غير حياة غير كلاب بالصدفة صرت اتعرف على اشخاص كمان عندهم زيت الباسيون وقدرنا نعمل جروب صغير وصرنا بمنطقة الجبل لانه ببيروت في كزا جمعية عم تهتم بالمدن جميلا بمنطقة الجبل ما فيه لسوء الحظ كتير اشخاص او يمكن ما عندهم التوعية الكافية اللي بتقلهم انه هيدول الحيوانات كمان يقلهم يعيشوا مثل ما الانسان عايش على الارض فصرنا نعمل جروب نتعميون نهتم فيون اذا في عنا انجورد دوغز او مخبوسين بالسيارة مقوصين عنا كيسز تعال انقصص بتزعل طورنا المشروع حتى بعد فترة درت اوصل لحكي رئيس البلدية عنا بالضيعة ضيعتنا اسمه منصورية عين المرج حكيت مع رئيس البلدية اسمه نيكولا الهبر وفي ذات الوقت حدا من اصحابي اللي اسمه ران سالم وهي اصلا مي بارتنر يعني بالشلتر حكيت مع بلدية تانية رئيس البلدية اسمه فادي غريزة وعملنا انيون بين البلدية والاتحاد كله اتحاد بلدية الجرد الاعلى بمنطقة الجبل اشتغلنا على انه ناخد ارض ونعمل فيها ملجأ للكليب او شلتر ونحط فيها كل الكليب الشيردية اللي ملقيها بالمنطقة حتى ما يتعرضوا لأي ازا حلو كتير يعني اليوم ذكرت كذا موضوع بلشت بالاول انه شغلي بلشت من شغف كمانا خبرة صارت معك شخصية كلبتك يلي يمكن اذا شفوها عالم حيقولوا لا ما منحبه او منه حلوه او بعدين اتحاولت لكلب حلوه وعالم بتحبه او منه بيور لان العالم بلبنان ما بيتبنوا كلب الا اذا كان 100% كلب بريد معينة اليوم اول شي بلشت من شغف وهيدا شي طورتي يعني الواحد اول شي بيفكر فيه لما صرتوا عم تتطوروا هيك وعم تحاولوا الموضوع من شغلة شخصية لشغلة عم بتقوموا بشغل بقلب المجتمع وعم بتصيروا عم تفوتوا حالكم بمحلات في وقت مطلوب في مصاري مطلوبة يعني الالتزام منه التزام بقى عم نحكي عن فرد مع كلبه ستة عم تحكي عن كلاب وعم تحكي عن مناطق هون يمكن عم نشوف كلبتك حاليا من بعد ما تحسنيت وصارت اليوم فينا نقول بيت عايشة بقلب بيت هالالتزام الكبير ما اخدتيه بعين الاعتبار يعني بفهم اوقات نحنا بلأ انتباه بتجرنا شغفنا لشي وبعدين نلاقي حالنا انه قوف لا بده كتير اكتر من ما فكرنا خبريني شوي عن هالموضوع لان بعتقد يعني انا من الاشخاص اللي بحبوا الحيوانات في كتير عالم يمكن عم بيحترونها بحبوا الحيوانات وبدون انه يساعدوا ولكن اوقات في امور لازم يخدوها بعين الاعتبار احما نشيل هالكلب متل ما عم نشوف بالصور عن طريق وبعدين نطار نرجع نتخلى عنه لان ما منعف وين بنروح فيهم هلا الاهم كمان الاشخاص اللي ما بيكونوا بيحبوا الكلب ومن بعد ما نشوفوا الشغل اللي عم نعمله بيصيروا دعمين المشروع اول من اهله عائلة يعني كانوا ضد انه نجيب كلب عالبيت هيك بلشت القصة صار عنا بالشلتر بيضرف شهر هون كان بعده under construction shelter كان اول يوم شغل اكتشلي وفولنتير وهيك نحنا بيضرف شهر جمعنا 22 كلب اليوم بيصيروا فاندو اليوم عندي اتنين رسكيوز جديد الصعوبة انه بدأ التزام وكانت فولنتير قبل ما اعمل ماي اون شلتر كانت فولنتير مع غير اشخاص وكسرنا نتساعد بعدين لقيت انه لسوق الحز ما في يعني ما في قانون بيحمل حيوانات عم يتطبق مثل ما لازم او انه ما في اويرنس عند العالم كلمة لهيك انتطريت يعني اعمل شلتر اخذت تبعي الاعتبار يعني اليوم الجهود اللي بتكون تقوموا فيها ان كان من وقت او مصروف يعني اكيد حضرتك بتشتغلي والاشخاص اللي معك نعم كلنا امرييز عنا او الان دروبز كلنا منشتغل وبزيت الوقت مكارسين وقت من حياتنا مثل ما في اشخاص عندهم هابيز معيانين كان عنا هواية انه نشوف فعلا نخلص روح عن جد يعني هواية عم تستعملوها كمان لتساعدوا بقلب المجتمع وتساعدوا روح بحاجة وكمان انه عم تعملوا هالتوعية لانه اليوم مظبوط اوقات يمكن ببعض المناطق بيكون الحيوانات عم بتكون عبق على الضيعة لانه بيكونوا شيردين وبيخافوا منه انه فيه ولاد اليوم انكم تساعدون يقيموا الكلاب عن الطريق او يمكن بعض منهم يتبنون او انه يكونوا عندكم بالشلتر هيدا شيء كتير مهم شغلة التانية اللي لفتتنا بالانشوداكشن اللي قلتيا انه اشتغلته يعني كتير اشخاص بيباتس بيعملوا بيطلعوا معنا في جمعيات كمانا بيطلعوا معنا ولكن انتوا اليوم بلشتوا بالخبرية ممكن شوي بالعكس يعني اشتغلتوا مع البلديات وهيدا شغلة كتير مهمة وعبالي انه نحكي اكتر علي وبرك ان شاء الله بلديات تانية يعني احنا كمانا هداك نهار زميلة مادام ريبكة عندها بروغرام بيعنى بالمشاكل وكانت عم تقللي قد في عالم عم بيتصلوا عم بيعانوا من الكلاب الشيرده سو لو منقدر نوصل كمانا من هيك بيرسونال اينيشيتفز مع البلديات كيف صار التنسيق وكيف قبلت معكم البلدية واللوكال تبع الشلتر هل هو بعيد عن منطقة السكن خبرين هندفع عن هالموضوع اكيد الارض اللي لازم تختارها البلدية لازم تكون بعيدة عن مطرح البيوت نحنا لاحسنا حظنا انه المنطقة ضيعة في مناطق حد الكروم العنب وهيك يعني قدرنا ناخد منها بورت سيجنة واكيد البرتي الكنستركشن اخد وقت هلا بس لا ارجع لا اول سؤال احنا اشتغلنا بالقلب مثل ما حضرتك قلتي يعني بلشنا بالاول كونتاكت مع البلدية عملنا اول شي او حملة تطعيم من بعد الصرخة اللي طلعت بالبلد عن موضوع الكلب فبلشنا بتطعيم الكلاب وحتى نالهم ايرتاج على دينتهم لحتى العالم اذا شايفوا هيدا الكلب ما ينقزوا منه انه هيدا كلب امتعام نشوف كيسز كمان خلصنا عن الطريق كيف كان وكيف صار هلا في كيسز ترينا كمان يعني نعالجها بطريقة نشيل اجر نعم طبعا يعني نعم لانه فعلا في كيسز ما كنا متوعين اصلا نحنا باشخاص ما خصن بالفترينير ونقدر نشوف هيك حالات وتتعاملوا معا صح هذا اللي كان التحدي الكبير بالموضوع الاسه صارت انه اللي بلشناها نحنا طورت وحكينا البلدية اخدنا شقفة الارض هون الطلب اللي منقوله انه لما يصير يجينا كيسز من غير مناطق من لبنان ياريت كل بلدية او اثنين او ثلاثة بيتحدوا بياخدوا شقفة الارض كوميون للثلاثة بيعملوا متل ما نحنا عملنا بيكون حال اديال للكيب هلأ انا بدي اسمح لحالي اسألك هيدا السؤال اليوم اذا في اشخاص عم بيحضرونا وحابين يعرفوا شو البروسيدجر اللي اتبعتوها مع البلدية ممكن يقدروا يتواصلوا معكم بس لتعلمون كيف لانه اليوم عن جد السولوشن اللي عم تعرضيها هي سولوشن كتير مهمة يعني من ميل من ريح الاهل الديع ومن ميل تاني من اكيد انه هالحيوانات واحد ما تتكاتر واثنين انها تنقيم عن الطريق يعني لا ما تشكل خطر على اهل الديع اذا بيخافوا منها او المنطقة وبنفس الوقت اللي نكون عم نحمل حيوانات لانه اليوم الطريق يعني اليوم بعرف انه في كتير اشخاص بقولوا الكلب ما عليه اذا عاش على الطريق ولكن هالكليب صارت عاشت معنا بطل محلة محل طريق صار محلة بيوت واغلبهم بيكونوا بيوت وبعدنا بينتركوا من هيك منلاقيهم معا بيعفوا يدبروا حالا على الطريقات بيقدير كلب يعيش على الطريق منع مش ضروري كل الكليب تكون ببيوت بس الاهم هو انه الكلب اللي على الطريق ما يتعرض له حدا او يأذيه والاهم بعد انه نظرة العالم للكلب ما تكون انه هيدا الكلب اللي لازم يضله مربوط او تشيند يعني كل نهار وكل الليل حد البيت بالسقعة هنه بيبردوا مثل ما احنا منبرد يعني هيدا التوعية اللي اشتغلنا عليها اكتر غيرنا عقلية العالم الموطاليته تبعيتون انه كانت نظرتون شي صارت نظرتون شي تاني اليوم قبل ما يدهمنا الوقت اذا انتو اليوم عندكن رسالة للعالم تدعمكن يعني انا بعرف انتو مجموعة من الاشخاص متتوعين عم بتقوموا بهيدا البرسنل افرت لحالكن البلدية دعمتكن هيدا شي منيح اذا في عالم عابلون يساعدوكن يتواصلوا معكن يمكن المساعدة تكون بس بالبيينج فولنتيرينج يطلعوا يساعدوكن بقلب الشلتر مع الحيوانات كيف يونيتواصلوا معكن في اشخاص سبقوا تواصلوا معنا على الفيسبوك بيج وحبوا يصيروا فولنتيرز الفيسبوك بيج اسمه مونت لبانان دوك شلتر نعم تواصلوا معنا لحتى يطلعوا يساعدونا واللي قدر كان كمان يطلع لنا اكل او ادوية او حتى تويز للكليب نحن حابين اليوم يعني بدأ تشكرك على الاستضافة لنواصل هيدا المساعدة ان في اشخاص بلشوا يتواصلوا معنا من غير دياء من غير مناطق كيف عملتو تنعمل المساعدة لازم يوصل بتخيال بالبلد لانه اذا نحن تقولها حاليا اذا نحن ما عملنا هيدا شي ما بدو يعملوا وان شاء الله مش بس بموضوع الكليب يعني هيدا كتير حلو ياريت عطول هيك مناخد سمول برسنل اينيشاتفز ومنحولهم لمشروع بيصير المشروع مش بس عم بيأثر علينا كمان عم بيأثر على محيطنا ميرا هبر بدأ تشكر وجودك معنا ويعطيكم الف عافية وعلى امل انه هيدا البروجيه يكبر اكتر انا بعرف قلتي اليوم عندكم تقريبا خمسين كلب بس فيكن تستوعبو لان كنا رقيني البيوت يعني الهدف نخصي هلأ نعملون سباينج سيرجيريز نرجع بعدين الليلون بيوت ونرجع نقدر نستقبل كيسز اكتر حتى في اشخاص من بلاد برا بلا شو يحكونا يعني من لندن ومن كندا في جماعيات اشخاص يس عم بيعملونا ساعدونا على جوفاند مي بيتش نقدر نكبر الشلتر ونستوعب قدمة فينا كيسز يعطيكم الف عافية بدأت شكر وجودك معنا فإذا مشاهدينا مونت لبانون دوك شلتر هيدا الجروب اوف بيبل يلي كمان ما عندن هدف انه يكونوا جمعية هن بس شباب عم بيقوموا بهيدا الشي للمجتمع والمحيط اللي هن عايشين فيه على أمل انه تكونوا استمتعتوا بهالحلقة وتعلمتوا كمانا لأنه الكمباشن اللي شفتها معهم وعندهم كتير حلوة هيدا كانت حلقتنا بيباتس لليوم وعدنا بيتجدد الأسبوع المقبل رح ناخد وقف كتير سريعة وامتابعين انتي بيالعي